السلام عليكم يعطيكم العافية بهذا الفيديو رح نتكلم عن الـ Packup والRestore الخاص بـ Zontel XT2500AC Controller طبعا زي ما احنا عارفين لأي نظام موجود بـ Zontel ممكن انا اخذ و احتفظ بالـ Configuration للـ Device تبعي و احمله على الجهاز احتفظ فيه اساس اي وقت ممكن انا اعمله Upload و احمل هذا الـ Configuration اساس مثلا لو انا صار عندي استبدال للجهاز او عملت Reset Factory و حابب ارجع الـ Backup اللي انا سويته الـ Configuration و ما اضطر اعيده من اول وجديد اول شي رح نروح على Device Maintenance رح نختار Configure File Maintenance بالنسبة للتاب الاولى Configuration File Maintenance طبعا انا ممكن اعمل Export لـ Configuration لهذه الطريقة رح اضغط على Export تمام فبنزل عند الـ Configuration على جهاز الـ Computer وبقدر احتفظ فيه طبعا انا ممكن اعمله Upload من هون رح اختار Select File و رح اختار الـ Backup اللي انا نزلته على الجهازة لـ Controller طبعا بعد ما اعمل Upload رح اكبس على Import و هيك رح انا ارجع الـ Controller و رح اعمل له Restore للـ Backup اللي انا رفعته طبعا في عنا هون Restore to Factory Setting لو عملت هون رح اعمل رح ارجع الـ Controller لإعدادات المصنع Reset Factory Default ممكن نتسميها في عنا Email Backup Email Backup انه انا اخلي الـ Controller بشكل اوتوماتيكي ممكن يبعط لي Email Address بالـ Backup File للإعدادات الحالية بشكل اوتوماتيكي يعني انا مثلا بدي الـ Controller بشكل اوتوماتيكي كل احد مثلا الساعة 12 الصبح يبعط لي الـ Backup مثلا على Emailي اللي حيصير بهاي الحالة طبعا الـ Email Address لازم انا ابرمج Email Address يستخدم الـ Controller عشان يبعط لي الـ Backup بشكل اسبوعي او الايام اللي انا بختارها تمام ممكن كل يوم مثلا ممكن كل جمعة مثلا حسب ما اختار هنا مثلا بهاي الحالة كل جمعة الساعة 12 الصبح رح ابرمج رح ابرمج Email على الـ Controller طبعا لو انا Email Hotmail رح استخدم الـ SMTP الخاص بـ Hotmail والـ Email تبع Hotmail والـ Password ممكن لو Gmail ممكن لو Yahoo رح نبرمج هذا الـ Email فيستخدم الـ Controller ويبعط لي عليه الـ Backup كل يوم جمعة 12 الصبح على هذا الـ Email وفي عندنا خيار كمان وفي عندنا خيار كمان ويكون مغذيب باكتر من انترنت مثلا او انترنت واحد عشان اشغل هاي الخاصية اللي حتوفر علينا الجهد ويكون الموضوع بشكل ديناميكي انه الـ Backup ينزل على الـ Email متى بشكل اسبوعي